أكثر الدول انسجاما مع الإجراءات الحكومية في محاربة جائحة الفساد وتعاونا في تسليم المطلوبين والأموال العراقية المهربة لديها هي دول الخليج العربي وفق تقييم هيئة النزاهة فيما احتلت بعض دول الجوار قائمة الأقل تعاونا في استرداد أموال العراق المنهوبة والمطلوبين بتهم الفساد دولتين الإقليمية التي توجد عقبات في استرداد أموالنا والمتهمين منها هي أولا الجمهورية التركية وكذلك المملكة الأردني الهاشمية دولتين قليلية تعاون في هذا المجال سواء باسترداد المتهمين سواء بإعادة أموالنا أموالنا ما قبل 2003 وكذلك أموالنا ما استحصلت من الفساد ما بعد 2003 سلطنة عمان حقيقة فتحتها بابها أموالنا متهمين استردينها من دولة عمان بسهولة ويسر تعاون كبير من هذه الدولة تسعى لدعم العراق كذلك الدول الخليج عموما وتشمل ملاحقات هيئة النزاهة أموال العراقي قبل عام 2003 بما فيها تخصيصات النفط مقابل الغذاء وأموال الفاسدين منذ تغيير النظام السابق وحتى الآن إجراءات تتطلب وفق نواب تعاونا حكوميا من باقي الوزارات ونيابيا لتعديل أو تشريع قوانين تساعد في استرداد وملاحقة الفاسدين وأموالهم المهربة إجراءات هي نحو الطريق الصحيح نأمل بمزيد من الإجراءات الصارمة للفاسدين الحكومة اتخذت خطوات جيدة نأمل أن تستمر وتتكرر من أجل تشفيف منابع الفساد نحن داعمون في الإطار التنسيقي لتوجهات السيد السوداني بمعالجة الفساد واجتثاث الفاسدين في أي موقع كانوا وللأي جهة حزبية التحقوا ومن كل المكونات يجب أن تكون هذه المتابعة جدية لأن من شأنها إنجاح الحكومة وكشفت هيئة النزاهة في بيان لها أن ملفات استرداد المطلوبين لشهر آب الماضي فقط بلغت خمسة وخمسين ملفا لتسليم الهاربين والأموال المنهوبة خارج العراق أحمد عرام العراقية الإخبارية بغداد